تميز هذا المتن بميز الميزة الأولى سهولة ألفاظه والميزة الثانية وضوح معاني والميزة الثالثة أن الشيخ رحمه الله تعالى جمع فيه بين المسائل والدلائل فهو يذكر المسائل الفقهية ويذكر أيضا كثيرا من الأدلة وربما اقتصر الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الدليل عن ذكر المسألة كما سيأتينا إن شاء الله كذلك أيضا من ميزه وهذه الميزة الرابعة أن الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على أهم المسائل التي يحتاج إليها الميزة الخامسة أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسائل اتبع ما دل عليه الدليل عنده فما دل عليه الدليل سطره الشيخ في هذا المتن ترجمة نانسي قنقر